بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مشاهدين الكرام برنامج اقرأ لتعليم القراءة والكتابة لتأسيس الأطفال في الحضنات والصف الأول الابتدائي تعليمهم القراءة والكتابة لو انت عايز لو انت عايز تعلم ابنك صح وتأسس ابنك صح في القراءة والكتابة شاهد برنامج اقرأ لو انت كبير وفاتك التعليم شاهد برنامج اقرأ و هتتعلم القراءة والكتابة بطريقة صحيحة لو انت برضو في المراحل الدراسية العليا وفاتك بعض الحاجات في التأسيس شاهد برنامج اقرأ برنامج اقرأ للكباري و الصغار مشاهدين الكرام هنبدأ حلقاتنا النهاردة باطفالنا الحلوين المقطقطين اللي بعتونا فيديوهات على واتساب صفر الف واحد وعشرين تلاتة وعشرين تلاتة وعشرين و هنشاهد دلوقتي فيديو لابنتنا توقى أبو الغيط هنشوفها و نرجع لكم تاني اقرأ 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 الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله هو ما كسب سيصلى نارا زي تلهاب وامرأته حمالة طلحة طفي جيد حبي لما سد تضعك الله العظيم السلام عليكم هنشوفها و هنشوفها و هنشوفها و اقرأ كلمات في عمال عصاني حسابي لكني أجيبو تلينو يضيقو زيوانو ميزانو اقرأ 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 مشاهدين الكرام الشاهدة دلوقتي بنتنا تقى أبو الغيط في قراءة صورة المسد وبعض الحركات تمام كده هي بس ممتازة جدا و عسولة جدا و بسم الله ما شاء الله و ربنا يحفظها و يحفظ والديها لكن حرف الباء و الدل عندها المفروض تقلق له ما سادق لها ب تمام كده الدل والباء من حروف القلق ما سادق لا هب تمام كده و حرف الذال عندها من حروف اللي سوئياتو مفروض أطلع طرف الثان فيها ذا 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 والثاء الذال والثاء والظاء تمام كده في فيديو تاني مراجعة سريعة برضو كده على حرف العين لبنتنا إسراء وابننا أحمد حنشوف الفيديو ونرجع لكم تاني اقرأ 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 عا عي عو عا عين مد بالألف عا عين مد بالواو عو عين مد باليا عي عين شدة وفتحة عين شدة وضمة عين شدة وكسرة وشهدين يا كرام ورجع لكم بعد البيض القصر ده لإسراء وأحمد بسم الله إن شاء الله ربنا يعفزكم واستمروا وولدتكم أو لها استمروا وسيد الوالد كذلك وجزاكم الله خيراً القائمين على تعليم إسراء وأحمد وشهد الكرام النهاردة حننتقل للصبورة دلوقتي أستاذ المخرجنا الكريم عشان نبدأ في حرف النهاردة يلا بينا يلا بينا حبيباً حلونا وقطاطين إحنا خدنا حرف الفاء اسمه إيه؟ فاء الحصة اللي فاتت تمام كده؟ أو الحلقة اللي فاتت حرف الفاء شبه حرف القاف في الرسم تعالوا نشوفه كده الأول كده أدي حرف الفاء هو تمام كده؟ وأدي حرف القافة هون حرف الفاء على السطر تمام كده؟ وحرف القاف نقطتين وبينزل من تحت السطر أدي حرف الفاء نقطة واحدة والجسم بتاعه زي البق كده تمام كده؟ أما حرف القاف تعالوا نشوف كده نقطتين والجسم بتاعه زي حرف النون تمام كده؟ ده حرفين متشابهين في إيه؟ في الرسم في كتابة الحرف تمام كده؟ عشان بس نبقي بدايةً كده يلا طلعوا طلعوا يلا حبيبا حلوين كراسة شكل الحرف كراسة إيه؟ شكل الحرف كراسة إيه؟ شكل الحرف يلا بينا يلا بينا النهاردة حبيبا حلوين هناخد حرف القاف وحرف القاف زي ما قلت لكم دلوقتي في رسمه شبيه بحرف الفاء في الرسم مش في النط تمام كده تعالوا نشوفوا كده منرسم حرف القاف ازاي تمام كده ونشوفوا ايه الفرق بينه والنفاء يلا بينا بصوا حبايبي يا حليون يا مقططين احنا قلنا مبارح هو نفس الرسمة في البداية حرف القاف بصوا ادي ده المقلوبة ده منصور ده المقلوبة حلو كده ونقفل الدالي المقلوبة بصوا 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 اهو ايه رأيكو كده ايه رأيكو نقطتين اممتح اظهركوا برضو اهو ادي حرف الايه حرف القفا نقطتين يبقى تشابه يا استاذ تامر تشابه في حرف الفاء باللي احنا بنعمله الدالي المقلوبة او تسعة حتى لو عملتها اي حبيبي حلوين لو حتى عملوا تسعة وعملوا كده هقول لهم برافو عليكم يبقى هي دا المقلوبة كده وقفلها وانزل بجسم كده زي حرف النون تمام كده او تسعة وانزل بحرف النون دا حرف القف ايه منفاردا يبقى الصفحة على يمين الصفحة على يمين يعمل ايه حرف القف منفاردا كراسة شكل الحرف في صفحة على يمين يالله حبيبي يا حلوين كده اهو ادي بصوا قفة ايه اهو دا المقلوبة تمام نقفل الدليا المقلوبة يلا 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 من تحت السطر كده اها اي رأيكم كده يبقى جسمها كده زي النون ماشي ودي تسعة هي اه او دليا المقلوبة وقفلناه تمام كده حبيبي يا حلوين يوم قطعطين ده حرف القاف ايه منفاردان تمام كده تعالوا شوف بقى حرف القاف في اول كلمة يا حبيبي يا حلوين تعالوا شوفوا كده هنعمل برضو الايه الدليا المقلوبة معايا معايا تمور عاسل أهو بصو 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 وآدي حرف القفة أو الكلمة هو هو يا تامر حرف الفاء بس دي بقى إيه الرقبة بتاعته طويلة السنة بسيطة تمام كده ونقطتين تمام كده يا حبيبي ماشي ده القفين في أول الكلمة تمام كده تب يلا بينا كده القفة أو الكلمة كده نقول مثال عليها كده يلا حبيبي يا حيوني مقطقطين كده بسم الله ما شاء الله بقول أنا دايما بقول تمور ده مذاكر دايما أهو البرنامج اسمه اقرأ صح؟ يبقى الفعل بتاعه إيه قارأ بصو أهو آدي القفة هي أيوا أيوا حبيبي يلا ماشي آدي القفة هي شوفوا عملت إيه القفة أول الكلمة مش من الحرف الرفاصة يا أستاذ عشان كده مسكت في الراء تب الراء ما لها رفاصة رفاصة الهمزة أو الآلف أهيه يلا كده أهيه يرأيكم كده؟ قف فتحة قا رأ فتحة رأ قارأ آلف همزة فتحة أ قارأ قارأ أ تمام كده حبيبي يا حلوين؟ أدي القفين في أول الكلمة طيب يبقى القفة أول الكلمة هي رسمتها هي بتمسك في الحرف اللي وراها على طول تب القف يا أستاذ في وسط الكلمة تعالوا شوفوا كده بصوا 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 أهيه بعمل كده عشان يمسك في الحرف اللي ونشوفوا بقى الحدى دي أهيه أدي القف في وسط الكلمة حد يقول لي مثال على القف هي هي الفاء بس كبيرة شوي على فكرة ونقطتين يعني هي هي الفاء وإيه ونفس الراسمة بس نقطتين تمام كده؟ زي إيه مثلا كده مثال يا حبيبي يا حلوين؟ ماشي زي إيه حبيبي يا حلوين؟ تعالوا شوفوا بقى حاجة جميلة جدا الناس كلها بتحبها أهيه أدي الفاء أهيه شوفوا الحاجة الجميلة الناس بتحبها جدا آه بص حبيبي يا حلوين آه ده الأستاذ بيموت فيها الأستاذ محمد عبسان بيموت فيها آهيه يا عم يلا حبيبي يا حلوين عشان كلكم تترفضوا النهاردة يلا حبيبي أدي الفاء فتحة فا قف ساكنة فق رأضم رو يبلقى في وسط الكلمة مسكة في اللي قدامها واللي ايه؟ شطر يا طمور بس تامر بقى زاكي قال لي يا أستاذ تعالى فيه كلمات تانية مش مسكة في اللي قدامها واللي وراها وبرضو وسط الكلمة حرف تاني حرف القاف تعالى نشوف كده تعالى نشوف كده تعالى نشوف كده يا حبيبي يا حلوين وقب آهيه المثال القرآن يا هون وو فتحة و آهيه قف شوفوا القاف هنا آهيه آهيه في وسط الكلمة بس آه قبلها حرف رفص رفصها تمام كده؟ حرف الوا و رفص رفص القاف عشان ما فيش حد يقول لي يا أستاذ انت قلتلي حرف القاف بيمسك في الوراء والقدامه في وسط الكلمة بس ده بقى آهيه يبقى لها شكلين تمام كده؟ يا ديت كرماني يصحى شوية علشان الهندسة الصوتية تزبط النهاردة والمكالمات يلا حبيب يا حلوين ادي واقباء اهيه يلا حبيب يا حلوين هذه القاف وسط الكلمة زي فقرو و هذه القاف وسط الكلمة اللي سبقى حرف رفص زي واقباء تب القاف يا حبيب يا حلوين في آخر الكلمة شكلها ايه؟ تعالوا نشوفها كده شوف بصوا بقى بصوا بصوا مش زي الفاء بقى المراد هيحصل ايه يا حبيب يا حلوين شوف شوفوا؟ هتنزل من عالسطر نقطتين وهتنزل من عالسطر تمام كده ادي القاف في اخر الكلمة لو ما سبقهاش حرف رفواز زي ايه كده حبيبي يا حلوين يلا كده اه دي خاء فتحة خاء لم فتحة الله ينور عليك شوفوا القاف بقى شوفوا القاف في حبيبي يا حلوين يمقى تقطين اهي هتعمل ايه اهو ننزل من عالسطر اهي لابد تنزلها من عالسطر تمام كده حبيبي يا حلوين ادي القاف في اخر الكلمة لو سبقها ما سبقهاش حرف رفواز اهيها زي خالقاء طب القاف يا حبيبي يا حلوين يمقى تقطين القاف لو سبقها حرف رفوازه في اخر الكلمة هنكتبها ازاي منفاردة كده اهو منفاردة كده اهي هناك اهي منفاردة كده طب نشوف مثال كده حبيبي يا حلوين كده انت محمد فعلا يعني الكلمة دي سرق أعوزين كلمات حلوة أعوزين كلمات كويسة أعوزين كلمات كده إيه فيها إيجابية كده الله ينور عليك شوف الكلمات الإيجابية يا محمد عبد السلام تنمور مذاكر كويس تعالى شوف كده يا حبيبي أحلي آه تعالي شوف الكلمة دي آه شوف شوف حرف رفصه شوف القفة ترفصت إزاي هنا برافو عليك يا تنمور حقيقة والله بذاكر كويسة يالله أعوزين ضمه شو را ضمه رو شرو بعدها ما أدي بالواو شرو أدي الواو رفصة القف يا حبيبي يا حلوين آه يبقى القفة هي في آخر الكلمة منفردة هي لو سبقها حرف رفاص القفة هي لو ما سبقهاش حرف رفاص في آخر الكلمة القفة وسط الكلمة لها شكلين زي دولفقر وواقباء القفة أول الكلمة دايما بتبقى مسكة في اللي وراها زي قاراء تم كده يا حبيبي يا حلوين إن قلوا الكلمات دي وليه الأمر لابد يراجع مع أبناؤه غير كده كمان الإملة كل يوم يمليلوا بعض الكلمات الكلمات اللي احنا أخدناها وما يتوليش اكتب قارة يا محسن يا محمد عبد السلام اكتب فقر لا 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 ما نقوليش كده يا منصور اكتب كذا لا قل له قاف فتحة قار رأ فتحة رأ قارة ولو معرفش يرسم قل له قل له القاف مش رفصة مسكت في الرأ والرأ رفصة يا حبيبي رفصت الألف كده قل له كده لحد ما يتعلم يبقى قارة آ تمام كده حبيبي حلوين يا الله نشيل كراسة ايه شكل الحرف وانطلع كراسة صوت الحرف يا الله حبيبي حلوين لو فيه أي مدخلات يا أستاذ طمور يا أستاذ تامر أستاذ كرماني هندسة صوتية نامت ماشي يا الله حبيبي حلوين السلام عليكم وعليكم السلام عبد الحق نعم خويا من المغرب يا أستاذي نعم أنا أستاذي نعم أنا أستاذي ونريد أن أحييك على هذه الطريقة الجميلة الله يكرمك جزاكم الله خيرا طريقة جميلة محبوبة والله أحب أهل المغرب الله يكرمك يا حبيبي تتحبب تلاميذ في اللغة العربية بحلوك يا أخي جزاكم الله خيرا وأحضرتك تواصل معي عبر الواتساب وأحبعت لك كل حرف الوحدة يا أستاذ عبد الحق شكرين جدا وأهلنا في المغرب حضرتك من أم المغرب أيها طبعا أيها طبعا في أم يعني أهل المغرب حبيبنا المغرب العربي عموما أحييهم من مصر الحبيبة وولهم والله يعني المغرب الجزائر تونس أي بلد إسلامي أو أي بلد عربي في القلب مشاهدين يا كرام إحنا خلصنا كراسة شكل الحرف تمام كده يبقى نفتح كراسة صوت الحرف كراسة صوت الحرف دي بيعمل إيه يا أستاذ عبد الحق عشان تاخد بالك كراسة صوت الحرف بنحط فيها حركات الحروف حركات قصيرة فتحة والكسرة والضمة والحركات الطويلة مادة بالآلف ومادة بالياء ومادة بالواو والسكون والشدة والتنوين تمام كده ده اسمها صوت صوت الحرف تمام كده طب يعني صوت الحرف يا منصور عشان تسمع صوت وأعمل له ويضربه أضربه لا طبعا مش هتضرب يا منصور في إيه هتزغزغه لا طبعا معنا حازم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام زكرا يا أستاذ أم حازم أيوة أم حازم البحيرة أيوة أهلا ومساهم بحضرتك أهلا ومساهم أولا أنا مشكورة جدا على الأداء اللي أنت ما يردهلنا لأن إحنا منستفاد من حضرتك جفابة كبيرة جدا 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 والله يعني إحنا أولياء الأمور أولا منستفاد داب للأطفال إحنا والله منحاول نجتهد يا أم حازم ونحاول جاهدين نقدم حاجة كويسة لأطفالنا وخاصة في فترة الحاضر دي والله بسم الله حازم مش عاوز يشارك معنا في حاجة؟ حازم ما هو تعاوز يشارك معك طب ماشا طب يسمعونا من التلفون وبصوا للتلفزيون وحكتبلكم كلمة كده يا حزوم يلا حازم يلا حازم هكتبلك كلمة يا حزوم كده وهتقرأ هالي وتقطع هالي تمام كده يلا يا حبيبي يلا يلا يا سيد منصور الكاميرا هتيجي يا حازم الكاميرا هتيجي على الكلمة كده اقرأ هالي حاجة كده بقى في الصين بقى ونبهدلها الدنيا اليومندود يلا خفاشو الله ينور عليك يا حبيب والديك خفاشو انت نطأت الفاء دي مرتين لي يا حازم حزوم نطأت الفاء مرتين لي هل تسمعني يا حازم سمعني ولا مش سمعني الفاء انت نطأت هالي مرتين ليه تبينة ممكن تسمعني يا حازم والله يا أم حازم اسمعونا من التليفون وشاهدوا التليفزيون فقط عشان بس فيه تردد للصوت حزوم حازم طيب يلا اطع لي الكلمة دي يا حازم كده حلل هالي لمقاطع صوتية يا عمي خلاص ماشي انت قرأتها صح انا عاوز احللها لمقاطع صوتية حلل هالي لمقاطع صوتية انت تعرف ولا اعرفها لك عرفها ولا اعرفك انت عارف تعرف تحلل الكلمة لمقاطع صوتية ولا لسا ما تعلمتهاش انت تعلمتي انت ليه تعلمتها اه ماشي بس طيب يلا طيب يلا حلل لك على الهوى يلا يلا اعمل ايك ماشي يا حبيب اهو ما تغششوش يا محازم سمعك اوعد غششها محازم خاء ضمخو طيب الخاء دي حقطع بعدها ولا اخذها مع الفاء ولا ايه بالضبط طيب اسمعني من التلفزيون يا حازم وهعلمك تعملها ازاي حاجة نعمة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب تصل بينا ثاني يلا حبيبها حلوين يلا بصوا حبيبها حلوين حازم قرأ الكلمة صحيحة مئة في المية لكن عشان يحللها لما قطع صوتية يعني العملية ايه ما زبطتش معها شوية وانا هعيدها له تانية هايه بالرغم من الفاء والحروف دي خدناها قبل كده بس عايتها عشان خاطر حزوب ماشي حازم وبلدياتها كمان من ضمنهور كمان يلا حبيبها حلوين كده ادي الخاء اهو خاء ضمه خو الفاء دي حازم الفاء ده ايه طلب عليها شدة يبقى لما اجي احللها مخاطر صوتية افكها اتنين يلا كده حبيبها حلوين واحدة ساكن معلاب لها اهيه خف واقطع اي سكون اقطع بعديه على طول ماشي يا منصور خف والفاء التانية اهيه طب الفاء التانية بعدها مد بالالف يا استاذ المد بالالف ضعيف هو كمان لابد معلوه قدامه ادي خف فاء ادي الشين اهيه ضمه يبقى قطعناها ازاي الحرف المشدد بفكه اتنين المد مع الممدود الحرف المتحدك لوحده خلاص والساكن برضو معلوه قدامه اهيه خف فاشو واحد اتنين تلاتة تلات مقاطع صوتي يا الله حبيب يا حلوين كده تمام كده تمام يا حزوم يا الله بينا على حرف القاف بقى صوتيات حرف القاف يا الله يا تنمور معايا تنمو حجة نعمة تب يبقى انا اتعلم معها على الهواء السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاتك ازاكي حجة ازاكي يا سيد ربنا يباركك اللهم امين يا رب اللهم امين يا رب يا ربنا يباركك في اولادنا كلنا يا رب انا الحجة نعمة الاسماعيلية احسن ناس الاسماعيلية ربنا يباركك نفسنا كله تتفضل عندنا والله يا سيد في طفل بقاك صغير عاوز يتعلم اعلم انا بقى احسن بالعلم اي حد يشارك معنا كده عشان حركات حرف القاف كده حركات قصيرة فتحة وكسرة وضامة كده يلا بينا يلا بينا نوقفت بس التليفزيون شوية حجة نعمة ممكن واسمعونا من التليفون يلا حبايبي يا حلوين كده يلا مين معايا سيف يلا يا سيف كده حكتب لك يلا هو سيف يلا كده ايدي قاف فتحة ايه قاف فتحة ايه سيف لا قاف فتحة ايه يا سيف معنا مونة السلام عليكم علي صوتك يا مونة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا مونة الحمد الله منين يا مونة؟ ايه؟ مصر ايه؟ انت من فين؟ منين؟ من سوريا ايه؟ من سوريا سوريا بس سكرة في مصر ولا بتكلمي من سوريا؟ مصري مصري بسم الله ما شاء الله بص يا حبيبتي هنكتب حركات حرف القاف تمام وتقولها معايا مصري يلا حبيبتي قاف فتحة قاف الله ينور عليك قاف كسرة كويس الله ينور عليك يا حبيبتي وليديك وقاف ضمة كو ايوة برافو عليك بتنطقي القاف كويس برافو عليك قا بص بصو قا قا قي قو تمام كده؟ قا قي قو عشان في ناس بتغلط وتقول القاف كاف انت برافو عليك وبسم الله ما شاء الله تب حكتب الكلمة كده فيها حرف القاف فتحة وترى هالي؟ يلا حبيبتي معايا ومش معايا؟ صدر ماشي حبيبتي يلا حبيبتي بص كده عشان انت عسل اهو اهو انت سكارة يلا قا قاف فتحة قامر برافو عليك يا حبيبتي وليديك يلا كده بص قاف فتحة قا مين فتحة؟ ما قا ما رأضا ما رو يبقى قا مارو مفيش حدي قولي كا قا 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 حرف القاف يا مونة حرف القاف من حروف الايه؟ ها المفخمة قا 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 مش كا ببوز وانا بقوله قا 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 وبتطلع من هنا كده بصي قا تمام كده؟ قا 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 مارو مشاكلين جدا يا مونة شكرا يا حبيبتي يلا قاف فتحة؟ قا قاف كسرة؟ قي قاف ضمة؟ قو عايزين مثال على قاف الفتحة دي يا أستاذ؟ احنا قلنا قرف القاف من حروف الايه؟ المفخمة اللي انا ببوز وانا بقولها حرف غليص تخين قا 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 تمام فحش اقول كا وابتاسم لا 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 قا قامارو قاف فتحة قا مين فتحة؟ ما قامارو ادي مثال على حرف القاف المفتوحة قاف فتحة قا يلا قاف كسرة بقا عايزين مثال عليها كده حبيب يا حلوين؟ قاف كسرة قي قاف كسرة قي قاف كسرة قي عايزين مثال عليها كده بقى يا حبيب يا حلوين؟ يلا يلا كده؟ أستاذ تامير انت معانا ولا مش معانا النهاردة؟ يلا حبيب يا أم الفنة الأستاذ كرامانو بص حبيب يا حلوين قاف كسرة قي ادي القي اهيه؟ قاف كسرة قي تعال نشوف بقى يلا حبيب يا حلوين كده؟ قاف كسرة قي ادي قاف كسرة السلام عليكم قاف كسرة معانا عزت؟ بص يا عز، اقرأ لي هذه الكلمة كده، اقرأ لي الكلمة دي كده اهيه؟ بص حبيبي واحدة واحدة كده، اركز عشان القاف لابد ما تدخلش مع الكاف يلا قولها تاني كده، قاف كسرة؟ يلا حبوب، يلا قي 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 مش كي، قي 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 بص، قي 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 يلا قي بص خلي بابا يمرنك على كلمات في حرف القاف والكاف عشان تاخد بالك، يلا كده حبيب يا حلوين؟ قاف كسرة قي قاف كسرة قي الطاق بعدها من دول عزت نقول ايه؟ كلا قي تمام قي طاق بربو عليك؟ ضم بقى رو تمام يا حبيبي شكرا شكرا حبيبي قاف كسرة قي زي ايه يا ولاد؟ اهي قطار قاف كسرة قي طاق فتحة طاق قي طاق 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 دي ممدودة بالالف بعدها مد بالالف نقول ايه؟ قطاق رأض عمه رو يبقي طاق رو السلام عليكم سحر حازم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يلا حبيب يلا اسراء يلا صحور يلا قاف فتحة اسمعيني من التليفون والله دي يلا قاف فتحة قاف فتحة اهي يلا صحور قاف فتحة برافو عليك وقاف كسرة قي وقاف ضمه قو تابوا الكلمة دي قام نحن م�ew مرفو عليك يا حبيبت وليدك ودي مر مرفو عليك إدين كلمة تانية يا منصور طار لا قولي تانية كده طار الله ينور عليك كتاب قاف ضمه قولي لي كلمة كده فيها قاف ضمت يا حبيبتي كده يلا الهواء يلا كده يلا قاف يلا قاف ضمت كده قولي كده مثال عليها كده يلا بصي حبيبتي أهي بصي شوفي كده كرآن الله ينور عليك الله ينور عليك تمام كده طب اقرأي كلمة دي كده لا لا دي قفتها معلش ماشي احنا قول لها ايه ادي كرآن الله ينور عليك أهل تمام كده احنا طبعا نكتبه بالخط الاملائي ها مش بالعثماني ده الالف دي المفروض هي كده في القرآن كده تمام كده ده الرسم العثماني ده الرسم المصحف ده الرسم الاملائي بتاعنا ده خلاص كده عشان ايه في ناس هتغلط ايه يا استاذ محسن ايه اللي انت عامله ده ده حبيبي الرسم الاملائي خلاص كده وده الرسم العثماني أو القرآن تمام كده برابو عليك ومتشاكرين جدا حبيبتي يلا قرآنو انت قلت مثال تامر في الكنترول ما قدرش يقوله بقول لي قنفز ماشي يلا حمابي حلوين قف فتحة قا زي قامارو قف كسرة قي زي قطارو قف ضمة قو زي قرآنو معنا محمد السلام عليكم محمد مين هو تقول لي محمد حاز محمد ماشي حماد ط hired عاوزين بقى الحركات الطويلة يا محمد كده يلا كده القف دي قف فتحة يعني ايه اقول كده خ行 طب عاوزين لمد القف الحركة القصيرة القف دي عاوزين لمدها يا حماد ماشي لمدها بالياء ولا بالياء يلا حبيبي كده قف فتحة ها حركة قصيرة القف دي فتحة حركة قصيرة عاوزين نطولها شوية زي كده القف كده زيك حركة قصيرة زي كده حركة طويلة زي كده يلا هنمدها بإيه حبيبي؟ هنمد الكلمة دي بإيه؟ القاف فتحة الفتحة هي هنمدها بإيه؟ بالآلف ولا بالوا ولا بالياء بالفتحة لا هي فتحة الله ينور عليك برافو عليك يا حبيب والديك القاف فتحة حركة قصيرة عشان يمدها نمدها بالآلف برافو عليك يا حبيب والدي يبقى بصها حمادة الفتحة دايما بتحب الايه القاف لا الفتحة بتحب يمد بالالف والالف بيحب الفتحة اللي تنبي يحبه بعض وان شاء الله هرأيك كده هنكتب كده تمام كده اهي قاف فتحة قاف القاف عدام في الالف قاف تبصوا كده حبيبي قاف كسرة قاف كسرة بس قاف كسرة قاف كسرة قيف طيب الحركة القصيرة الكسرة دي يا حبيبي علشان يا أستاذ تبقى يعني قاف كسرة قيف عايزين نمد الكسرة الحركة القصيرة دي يا حبيبي نمدها بايه بالقي يلا بالقي الكسرة بتحب ايه القصرة بتحب الوا لا لا يا حبيبي لا الكسرة بتحب الياء مش الواو خلاص؟ يلا حبيبي حلوين؟ قف كسرة قيل عشان نمدها نمدها بالإيه؟ بالياه بالياه أهي بص حبيبي بص بص حروف المادي ثلاثة ألف واو وياه مفيش حاجة أي مدود تانية خالص نهايه مفيش أيه؟ أي مدود تانية قف فتحة؟ قا نمدها بالألف قا قف كسرة قی نمدها بالياه قا حركة قصيرة يعني صوت الحرف فيه يبقى إيه؟ قصير صوت الحركة الفتحة دي طيب اللقاف الضم دي عشان نمدها نمدها بياه حبيبي يقا برافو عليك يا حبيب والدك أيها كده يا حمام أيها العسل ده نمادها بالимости بالواع يبقى قف فتحة قا عشان نمد الحركة القصيرة دي شوية يبقى مد بالألف قا قف كسرة قي الحركة القصيرة إيه هي الكسرة دي عشان أمدها يا حبيبي نمادها بالياء يبقى قي القف يتضم الحركة القصيرة دي عشان أمدها هتنمادها بالواع قو مش شاكيرين جدا يا حمده يلا يا هبايبي يا حلوين ياسمين السلام عليكم تاسنيمة السلام عليكم يا نيمو نيمو نا أخبارك نا نعم الله عليك بقولك أنت في سنة كم جيتو آه تمام بقولك يا حبيبتي أكتب لك كلمة كده تقرأها لي ولا تقرأ الحركات الأول قف فتحة قف فتحة قا بعدها مد بالألف قا الله ينور عليك يا حبيبي توليديك قف كسرة كي لا بصي بصي اسمها إيه عايزة أسمعي القاف مش الكاف عايزة أسمعي القاف مش الكاف عايزة أسمعي القاف مش الكاف كي قي 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 مش كي ركزي وتعود يعني اتمرنا عليها كتير عشان القاف بتشبه الكاف قف كسرة قي بعدها مد بالياء ها قي الله ينور عليك يا حبيبي توليديك يلا قف ضمة قو قف ضمة لا لا مش قو لا قو قف ضمة قو حركة قصيرة حركة إيه؟ قصيرة عايزة أن نمد القاف الحركة القصيرة دي نمدها نمدها بالإيه؟ قو واو واو يبقى نقولها إزاي بقى؟ قو قو لا أنا عاوزك تفرأي بين القو القصيرة والقو الطويلة شكرا يا حبيبتي شكرا يلا حبيبي يا حلوين كده؟ يلا عجلين مثال على القاف بعدها مد بالآلف كده؟ يلا معنا محمد السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله محمد من فين يا محمد؟ ممكن يا محمد بعد إزنة تنوط التلفزيون ونسمع من التلفون؟ يلا حبيبي حلوين يا مقطاطين يلا يلا حبيبي معايا؟ طيب أنا حكتب لك كلمة كده فيها مد بالآلف وتقرأها لي إيه رأيك؟ ولا تقول لي أنت،قول لي كده كلمة فيها مد بالآلف فيها قف مد بالآلف كده؟ هم؟ اقلليها اقلليها طيب هكتب لك أنا الكلمة أنا ماشي؟ اهي اقلليها انا هكتب لك الكلمة أنا هكتب لك الكلمة وحضرتك تقرأها لي يلا حبيبي كده قرأ لي الكلمة دي كده يلا أقرأ للكلمة دي كده أيوة أيوة لا بص بص حبيبة اسمعني هنا حتة دي بص تب اسمعني بس اسمعني واحدة خليك معايا خليك معايا يا حمادة بص حبيبي ماشي انت غشتها الهمزة دي حبيبة حلوين تاني الهمزة دي زي القاو والإي والقو شفت الهمزة بص تاني أهل المرة أهل شفنا الهمزة كده ا شفنا الهمزة كده ا انت معنا ولا لا خلاص كده شكرا حبيبي خلاص ممكن نلاقيها كده وممكن نلاقيها كده وممكن نلاقاها كده الشكل اللي همزاتها هي على السطر وممكن نلاقاها كده برضه اهي اي شكل من الاشكال دي ممكن A و E و O هي هي الهامزة دي A و E و O لأن الهامزة على السطر على نبرة كده هي A و E و O A و E و O يا تامر خلينا عشان عرف الكاميرا فيه من اللي معايا بس عشان بيش أبصينا ولا هنا ارسح بر بقى معنا ماريام بص يا تامر اسمها ماريام مش ماريام ماريام يلا يلا ماريوم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي كم سنة حبيبتي عندي سبعة سنة بسم الله ما شاء الله ربنا يحفظك طب عاوزك تنتقيل الكلمة دي كده كلمة دي الله ينور عليك طيب انت نطاقتي نطاقتي دي إيه ليه عشان هامزة والهمزة هي هالف هامزة A و E و O تمام كده تمام انت مدتي هنا ليه انت طولت الصوت شوية بالفتحة هنا ليه في قا ليه قا قا قلتي قا ليه قا انت هنا طولت صوت القاف شوية ليه هنا علشان ايه عشان القاف معها ألف بعدها مد بالألف برافو عليك يا حبيبتي والديك شكرا يا حبيبتي شكرا يبقى قاف بعدها مد بالألف قا مثال عليها قا إ د طب يلا مثال على حبيب يا حلوين معي عشر داي إزاي طب خلاص نقفل التصالات بقى نقفل التصالات نقفل التصالات ونخلص من الحرف يلا مثاله قا إ د طب المد بلياء يلا حبيب يا حلوين كده بسرعة يلا كده المد بلياء كده زي ايه يلا ايه مافيش ما انتش عارف يا تامور ها عين فتحة ما انتش عارف ما في ش مشكلة يجبدك أن أكيد ما منع عندي عين فتحة «ع» شوفوا القف بعدها ما دبلياء بصًا حبيبوا حلوين عين فتحة «ع» القف بعدها ما دبلياء قي شوفوا بقى عقيّة بصنا قف كسرة قيّ بعدها ما دبلياء عاوزين مثال عليها يا أستاذ عيني فتحة عا قاف كسرة قي يبعا قي القاف هنا بعدها مادي بالياء عاقيد دا الفتحة دا يبعا قي دا تا ضمه تو عا قي دا تو عاوزين مثال بقى القاف ضمه كده القاف بعدها مادي بالياء يلا حبيبي يا حلوين كده يلا هذه الكلمة هي مثلا يلا حد يقرأ هالي كده برافو عليك أيوة كده قاف بعدها مادي بالياء قو حقو يلا قاف بعدها مادي بالياء قو حقو لم ضمه لو تمام كده حبيبي يا حلوين نقلت الكلمات عشان عشان لإملاء الحصة الجاية يلا بقى إحنا خدنا الحركة القصيرة والحركة الطويلة بائز سكون كده يلا يا حبيبي يا حلوين علشان ننجز علشان المخرج ده يعني مش عارف ماله نفك من واحد يجي لنا واحد أصعب منه يلا يا حبيبي يا حلوين نفسي والله أععد معك نفسي والله أععد ساعتين أنا معدي ساعتين ثلاثة أستهامر أو والله طول ما الناس بتتعلم والناس مستجيبة معنا يعني والله يكلم لنا والله السيد الفاضل الرئيس القناة يخليها ساعتين لا ساعتين بس منصور بول ثلاثة ساعتين بس يلا حبيبي يا حلوين خدنا الحركة القصيرة الفتحة والكسرة والضمة والحركات الطويلة المد بالآلف ومد بالياء ومد بالواو يلا ناخد السكون كده حبيبي يا حلوين يلا الحرف ينفع أن طال واحدة يا تمر الله ينور عليك يا حبيب والدي ألف همزة فتحة هذه القافة هي أيوة آه القاف الساكينة أعرف أن طال واحدها أجيب حرفه قدامها عشان أنطاوه ألف همزة فتحة قاف ساكينة أق يبقى القاف القاف حرف مفخم ومن حرف القلقالة يعني لما لقي قاف ساكينة كده حق أق أق تمام كده طيب بص يا تمر هم القاف الساكينة أعرف أنطال واحدها طيب لو جبنا حرف قدامها مثلا وقولنا مثلا آه فتحة هم حق تمام كده طيب لو جبنا مثلا حرف تاني عشان ننجز بس عشان ننجز فالنجاز أدي رأ فتحة رأ رأ فتحة محمد عبد السلام رأ قاف ساكينة هم يلا رق يبلقاء الحرف الساكين حرف ضعيف لا بد أحطه قدامه حرف يا حمادة عليها نعرف أنطأه ألف همزة فتحة آ أق حق رق تمام كده يلا تنمور وق اق بق 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 شق 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 تمام كده يلا وق 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 الحرف الساكن حرف ضعيف حاوزين مثال على الحرف الساكن كده يا أستاذ سريعا سريعا كده وننجز يلا حبيب يا حلوين الله ينور عليك يا حبيب والديك أيوة كده أهلا محمد عبد السلام يذكر النهاردة ألف همزة فتحة آه شوف القف الساكنة أهي القف الساكنة ينفع أنطأ لوحدها يبقى أق أق أيوة الله ينور عليك صح كده را فتحة را بق ضمة يبقى نقرأها ازاي منصور خليك معايا ماشي ألف همزة فتحة آه قف ساكنة ما ينفعش أنطأها لوحدها أق را فتحة را يبقى أق را بق ضمة بو يبقى أق را بو يلا مثال تاني كده سريعا برضو كده عشان حبايبي حلوين يلا حبايبي زي ايه مثلا هم الله ينور عليك برافو عليك برافو عليك يا محمد عبدالله مزاكن النهاردة بصوا القف الساكنة آه عق را فتحة را بق ضمة بو تعال نقرأها كده سريعا كده منصور فكوري يلا عيني فتحة عا قف الساكنة ما ينفعش انطقه لوحدها يا أستاذ عق عق را فتحة را يبقى عق را بأضمة بو عق را بو كده خدنا مثالين على القاف الساكنة تمام كده ناخد الشدة يلا عشان ننجز عشان الأستاذ مش عارف مصرعنا لي يلا كده بصوا حبايبي حلوين كده حد ينطقه لي كده ديت يلا أهيه هم حد ينطق لي كده لا 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 بصوا أهيه بانطقها كده حرف مشدد يعني اتنين يعني ايه واحد ساكن ها والتانية إيه متحرك يعني ايه متحرك يا أستاذ يعني يا فاتحة كسرة ضم طب هنا ايه نحط فتحة ولا كسرة يا حماده نحط فتحة ولا كسرة هنا فتحة يا أستاذ حطنا فتحة لي يا حبيبي يا حلوين علشان هنا شدة وفتحة يبقى قا هم تمام كده ماشي طب يلا كده هم قاف شدة وكسرة يلا يلا يا حماده ألف همزة فتحة قف شدة وكسرة أقي ليه كده أقولنا أقي كأراناها مرتين ليه علشان عليها شدة قف ساكنة هي والقف اللي جنبها متحركة هي تب حط عليها اين هي فتحة ولا كسرة ولا ضمة كسرة برافو عليك يا حمادة محمد عبدالله النهاردة شدة وكسرة يعني سكون وكسرة شدة وفتحة يعني سكون وفتحة طب يالله كده مثال تاني اهو ألف همزة فتحة تب قف شدة وضمة أقو الله ينور عليك يا حبيب والديك يبقى حرف القف ساكنة هو والقف هنا ايه متحركة تب القف المتحركة دي كسرة ولا فتحة ولا ضمة ضمة يا أستاذ ضمة لي يا حبيبي يا حمايبي يا حلون يام أطأطين علشان شدة وضمة يبقى أقو هنا أقا أقي أقو معنا يا جماعة ولا مش معنا الناس بمعنا في الكنترول كأن التلاميذ معي بعد إذنت يلا كده حبيبي يا حلوين حق فتحة حق قف مشد شدة وضمة حق عاوزين نقطع الكلمة دي نحللها المقاطة الصوتية حبيبي يا حلوين كده عشان نعرف الانطاء حق فتحة أهي هذه الحق أهي ماشي طب القف دي يتبقى ايه اتنين واحد ايه واحد ايه واحد سكون ما علقوا أدامه اهو حق أقطع على طول بعد السكون والقف ضمه شوف حق كم مقطع هنا حبيبي طيب مقطعين طب يا أستاذ تامر بص حبيبي يا حلوين كبعايا كده عشان حقه تاني ادي حقه قطعناها لايه القاف هنا مشددة عشان نحلل القاف علشان احلل الشدة دي يا حبيبي يا حلوين بقطعها اتنين بحللها الحرفين حرف الاولين ساكنة هو مع اللي قدامه حق واقطع على طول بعد السكون والحرف التاني ضمه علشان هنا شدة وضمه يبقى حق قو هكلمة اخيرة بقى يا حبيبي يا حلوين كده ماشي كلمة كده ايه صعبة شوية عشان اخر كلمة يلا كده مثلا ايه يلا حبيبي يا حلوين ماشي 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 اهو اخر كلمة ايه يلا حبيبي يا حلوين كده يلا قرر الكلمة دي كده محمد يلا لا لا يبقى وعد ايوة الله ينور عليك تأضمه تأضمه بربو عليك عبد الرحمن تأضمه حا فتحا حا يبقى تو حا هنا القف هنا يا حبيبي يا حلوين شدة وكسرة يبقى اتنين تحقي في قف ضم تاني اهو تحقيقو انا عارف كلمة صعبة بس انا عاوز لابد اعودكو عليها تأضمه حا فتحا يبقى هنا هو بالصول هنا كده حبيبي يا حلوين ادي التاة هي و ادي الحاة هي شوفوا شوفوا في اتنين قف هنا هو الاستلأمي اول حارف ساكن التاني ايه كسرة عشان شدة وكسرة و ادي القف الاخير ايه عشان في ناس بتختلف لو في اتنين قف واحد شدة و واحد متحرك بيطلقبطه في العملية دي بصها القف دي شد اتنين اتنين هو القف المشددة اتنين اهو والقف التاني الوحدة ها ملا هجدعو يبقى تعالوا نحللها كلا المخاطع الصوتية يلا حمده تأضمه حرف متحرك الواحدة هو ما فيش بعده لا ايه لا شدة ولا كسرة ولا سكون ادي الحا اهيه توحا يلا يا عمر يلا حبيبي توحق واقطع توحق قي اهيه ماشي حبيبي يلا اهيه توحق قي و ادي القف الضم اهيه توحق قي قو ادي واحد اتنين ثلاثة اربع اربع مقاطع صوتية كده حبيبي حلوين انتهينا من حرف القف النهاردة هاخد بس الشبكة وانهي يا تامور شبكة فقط عشان الناس تنطع خلاص خلاص يا تامور ماشا هي شبكة فقط انجاز ايه بقى النهاردة حرف يا تامر ادي القفة هو القفة عشان ارمى عليه شبكة يا تامور يحصل له ايه نجيب سمك وما هيجيب ايه ارميت طب ماشي قف فتحة قا حركات قصيرة ايه قف كسرة قي قف ضمة خليك معايا تامور خليك معايا بس عشان الحاجة ماشي الحركات الطويلة قا بعدها بد بالالف ايه ماشي قي الله ينور عليك وحاجيب برضو الايه السكون اق ماشي و اق وحاجيب الشدة ايه ثاني اول اق و ايه كمان الله ينور عليك قف فتحة قا قف فتحة قف كسرة قف ضمة القف بعدها بد بالالف بعدها بد بالاليا منصور بعدها بد بالواو قف السكينة عرف انطاء الوحدها اجيب حرف قدامها اق 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 طب الشدة بقا قف شدة وفتحة اق قف شدة وكسرة اق شكرا 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 يا منصور بعد الزنا كده هاتها كده عند الجمهور كده عشان يعرفوا ينطأوها يلا هبايبها حلوين يا مقططين برابو عليك تمام كده يلا مشاهدين الكرام توصلوا معنا على الواتساب صفر ألف واحد وعشرين ثلاث وعشرين ثلاث وعشرين هستقبل أراءكم واخترحتكم وحستقبل الفيديوهات بتاعة أطفالنا الحلوين المؤتقطين أشكر جميع الزملاء دون استثناء النهاردة حقيقة تعبوا معايا هم مقدرين من العلم فعلا بجد حقيقة ماشي كان نفسنا لأستاذ عمري كان يجيجي بدري شوهاي بس يلا ما فيش مشكلة أشكركم مشاهدين الكرام وإلى ألتقي بكم الأسبوع المقبل أترككم في رعاة الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته